اشتركوا في القناة واحبابكم بعدا عن اجواء الاحتفالات نعود نولول لاجواء الاختبارات والفروض وطلبا للعديد من المتتابعين هنحلكم اليوم التمرين موجود في كتاب التربية العلمية لسنة الخامسة ابتدائي وهذا في الصفحة 28 وكما عودكم تلقى الحل كامل مكتوب في صفحتي فيسبوك لنبدأ الجزء الاول من التمرين يقول السؤال الاول اذكر وضعية تتسبب في حدوث حريق عند عدم مراعاة قواعد الامن الكهربائي الجواب الحمل الزائد على المقابس الكهرباء او على متعدد المنافذ يسبب حرقا كهربائيا يعني عند ايصال عدة اجهزة تستهلك كثير الطيار الكهربائي يجعلها غير قادرة على تحملي هذه الحملة الزائدة هذا الشخش عليها يعني بزاف سوف تزيد الحرارة ومبعدها تشعل النار السؤال الثاني اذكر سببا يستدعي عدم رمي البطاريات التاليفة في الطبيعة الجواب على هذا السؤال هو السبب الذي يستدعي عدم رمي هذه البطاريات التاليفة في الطبيعة هو احتواء هذه البطاريات على سموم خطيرة جدا وقاتلة كحمد الفسفوري فهذه الأحماض أو هذه السموم تكون ضارة لجسم الإنسان وتكون ملوثة للطبيعة الجزء الثاني من الثمانين السعقة الكهربائية يتعرض سنويا عدد كبير من الأشخاص خاصة الأطفال إلى حوادث ناجمة عن سوء استخدام الكهرباء وعدم أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة تعود هذه الحوادث إلى أن جسم الإنسان ناقل للكهرباء فإذا لامس المستخدم سلكا عاريا واتصلا بالكهرباء يتكهرب كل جسمه مما قد يؤدي إلى الموت بالسعقة الكهربائية تكهرب إلى ظهور أعراض تتغير حسب شدة الكهرباء ومدة ملامستها مثل رشا خفيفة يؤدي إلى تشدوجات عضلية واحتراق جزم ملامس من الجسم فصعوبة التنفس وحالة اغتناق ثم الثراب في نبض القلب ثم توقفه وأخيرا الموت بالسعقة الكهربائية السؤال الأول عن أي مصدر من مصادر الخطيرة للكهرباء الذي يشير إليه النص المصدر الكهربائي الذي يشير إليه النص هو كهرباء القطاع السؤال الثاني استخرج سبب حدوث السعقة الكهربائية التي يشير إليها النص إذن سبب حدوث السعقة الكهربائية التي يشير إليها النص هي اللمس المستخدم سلكا عاريا لا يوجد به عازل فبدأ ما عندهاش العازل زونة تحى متصنا بالكهرباء هذا ليؤدي إلى السعقة الكهربائية السؤال الثالث استخرج من النص بعض أعراض التكارب بعض أعراض التكارب الواردة في النص عدنا راشة خفيفة تؤدي إلى تشنجات عضلية وكذلك احتراق الجزء الملامس لها من الجسم وكون عدنا ذلك صعوبة في التنفس السؤال الأخير اقترح قاعدتين أمنيتين تجنبنا خطر السعق بكهرباء القطاع القاعدتين هما عدم لمس أسلاك كهربائية عارية من العوازل وعدم لمس أسلاك كهربائية بأياد مبللة أو أرضية مبللة فلا كان هذا هو تمرين تعليون من الكتاب المدرسي إن شاء الله يكون أعجبكم وفاتكم تاني وإلا أعجبكم لا تنسوش تحطوا لي لايك وإلا أحبتوا وتدوا أجابة كتابيا مع لكم وإلا ترحوا لصفحة تهيب لنا شانال وتم تلقوا الملخصات لجميع الدروس تلو لي في روحكم وقل لكم كالاكيا باي